اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان العزم فيها 230 نيوتين متر والاهم انه ما في تعليق في التوربو ومرتبط بناقل حرك اوتوماتيكي CVT بتسعة سرعات وهمية بصراحة ما تحس ابدا انه جير CVT والجير هذا تم ترشيحه من افضل عشرة جيربوكسات في العالم عام 2019 واشهر الموردين لقطع هذه السيارة شركة بوش حتى على المساحات في شعار بوش وان تجربة مساحات بوش من افضل المساحات وايضا شركة كونتيننتال وانتل وهيلا شركات جدا كبيرة ومعروفة وتعاونات مع علامات معروفة مثل لاندروفر وجاكور وبالنسبة للضمان سبع سنوات او 200 ألف كيلو متر اي يوم اسبق مع خدمة المساعدة على الطرقات وكاستهلاك للوقود اللتر الواحد يمشيها 17.6 كيلو متر بتقييم ممتاز وبالنسبة لابعاد السيارة الطول 4533 ملي متر العرض 1848 ملي متر والارتفاع 1690 ملي متر وطول قاعدة العجلات 2650 ملي متر وكمواصفات السلامة والأمان تتوفر على السيارة كاميرات محيطية برؤية 360 درجة بتقنية الـ HD وايضا نظام المساعدة على نزول المنحدرات وايضا مثبت سرعة نظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي نظام كشف النقطة العمياء ونظام المساعدة على تغيير المسار نظام التحذير لحركة المرور في الخلف ايضا ارباقات أمامية وخلفية نظام الثبات الإلكتروني ESP ونظام فرامل مانعة للانغلاق مع نظام مساعدة الفرامل موزع إلكتروني لقوة الفرامل نظام تحكم في قوة الجر وايضا نظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات مع نظام التحكم في نزول المنحدرات والآن نجي للواجهة الأمامية عندنا إضاءات فل LED ماتريكس بأربع عدسات عدستين للواطي وعدستين للعالي وأيضا نفس الليدة النهاري في له إيش الإشارات التسلسلية ولما تشغل الإضاءات عندنا إضاءة متصلة في الشبكة الأمامي المصغر الشبكة هذه عبارة عن قطعة بيانو بلاك وفيها نكشة دائما بتصميم 3D شكل ولا أروع الشبكة الأساسي جاي في الأسفل بلمسات البيانو بلاك مع تحديد باللون الفضي وفي المنتصف عندنا كاميرا أمامية من أصل أربع كاميرات محيطية لتعطي رؤية 360 درجة وأيضا عندنا حساسات أمامية عددهم أربعة مع تصميم رياضي لمنطقة الكشفات جهة اليمين والإيسار آخر شيء أسفل الصدام الأمامي عندنا لمسة باللون الفضي في الزجاج الأمامي عندنا مستشحل للمطر الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية الأمامية كلها مدبلة مع نسبة امتصاص للأشعة فوق البنفسجية تصل إلى 99% نجي الآن لجانب السيارة عندنا الجنوط بقياس 19 إنش وجاية باللون الأسود المطفي بالكامل وبالنسبة للكفرات من شركة كونتين انتال وقياس الكفرات 225 في 55 وأيضاً عندنا المرايات الجانبية بتصميم جداً جميل فيها إشارات LED مززوجة وأيضاً عندنا المراية جاية بلونين بلون السيارة في الأعلى والبيانو بلاك في الأسفل وأيضاً المرايات فيها الكاميرا الجانبية من أصل أربع كاميرات وأخر شيء عندنا النقطة العمياء في المرايات الجانبية طبعاً المرايات هذه تتصفت كهربائياً وتفتح كهربائياً مع البروجيكتر وأيضاً فيها حركة جداً جميلة مجرد ما تقرب من السيارة المرايات تفتح تلقائياً وأيضاً السنترلوك يعني ما حلمس ولا شيء كل اللي عليه أفتح الباب أهم شيء الريموت معاك ومجرد ما بتعد من السيارة أمنت نفسها بنفسها لو لاحظتوا أن المقعد هذا رجع للخلف طب أول ما شغلت السيارة عن بعد لما قربت من السيارة السيارة رحبت فيها فتحت المرايات بشكل تلقائياً وأيضاً فتحت الأبواب بسم الله الآن المقعد ما رجع ليش؟ لأن السيارة مؤمنة لازم المفتاح يكون معايا بس يقول ليش؟ تم التشغيل المحرك عن بعد يرجى الدوس الفرمالة لتحويل الوضع إلى الوضع العادي هنا عندي شعار أنه لازم أضغط على الفرامل عشان المقعد يرجع لطبيعة وأيضاً يفك التأمين فعلاً ضغطت لهذا شوفوا دون تدخل مني حتى لو أنك طفيت المكيف أثناء إيقافك للسيارة أول ما تشغل السيارة عن بعد حيشتغل المكيف على على درجة أن السيارة تكون جاهزة لك وأيضاً فيها لمسات الكروم دائر مدار على إطارات النوافذ بعدين عندنا في الأعلى مثبتات للأمتعة باللون الفضي مع فتحة سكف بانورامية بقياس 0.89 متر مربع وفي نهاية السكف عندنا زعنفة القرش وبالنسبة لمقابض الأبواب عندنا الدخول الذكي للأبواب الأمامية ومقابض الأبواب الأربع كلها جاي بلونين بلون السيارة مع لمسة كروم وأيضاً عندنا أسفل الأبواب لمسات باللون الأسود اللامع للدلالة أن السيارة فيها اللمسات الرياضية أصلاً تصميم السيارة لو تشوفها تصميم رياضي نجي الآن لخلفية السيارة أول شي عندنا جناح عملاق ومدمج فيه إضاءة الفرملة أيضاً LED وأيضاً عندنا إضاءات LED متصلة مع إشارات LED تتابعية وأيضاً ريوس LED وبعدين عندنا كلمة تكسيد على شكل أحرف وعندنا هنا اسم السيارة الكس والوكيل سنابل الحديثة للسيارات إحدى شركات محمد يوسف ناغي آخر شي عندنا في زاوية الشنطة 230T يعني عزم السيارة 230 نيوتن متر وأيضاً عندنا في باب الشنطة كاميرا خلفية من أصل أربع كاميرات محيطية وأيضاً إضاءة اللوحة LED وأخر شي عندنا أربع حساسات خلفية مع فتحتين للعادم حقيقية وأيضاً الديفيوزر باللون الفضي ومدمج فيه إضاءة الضباب LED وأيضاً عندنا عواكس جانبية الآن نيجي لباب الشنطة تقدر تفتح بعدة طرق من الداخل أيضاً السيارة فيها الشنطة الذكية فمجرد ما أقرب منها أقرب من السيارة أول شي تشتغل الإضاءات كنوع من الترحيب بالشكل هذا دون أي تدخل منها مشير ريموت في جيبك بعدين ثاني شي لما تقرب من السيارة أكثر السيارة استشعرت أني أنا أحتاج للشنطة فبالتالي باب الشنطة راح يفتح بشكل تلقاي دون التدخل مني هذا الشي يساعد أنك أنت تحط أغراضك بدون ما تحط الأغراض وتفتح الباب من جديد وأيضا فيها الأمان في حال لا سمح الله إذا تقفل الباب بأي شكل من الأشكال حيرجع الباب كنوع من الأمان وشغلة الأخيرة بشكل يدوي تيجي من هنا تضغط على الزر الموجود هنا وتفتح باب الشنطة بشكل أوتوماتيكي كهربائي مساحة التخزين في الشنطة الخلفية عندنا إضاءة وأغلب الأجزاء من الفرش وهنا إصحفات أولية عندنا طبقتين الطبقة الأولى عبارة عن منطقة التخزين مع مثلث الطوارئ أسفل السفنجة هذه أو الفلينة عندنا الكفر الإحتياطي عبارة عن كفر نحيب مع المعدات الخاصة بالإسبير قطع هذه لحماية الأغراض من الشعة الشمس وأيضا كخصوصية وإذا ما أنت حاب تقدر تلغي القطع هذه بكل شهولة أو نحط القطع هذه بكل شهولة وآخر شي نقفل باب الشنطة بشكل كهربائي بضغط الجر الآن نأتي لداخلية السيارة روك العادة نبدأ من الخلف عندنا تفاصيل فخمة في السيارة لأننا في الأخير نتكلم عن براند اكسيد وعندنا هنا مواد نعمة مع تطريس خياطة هلمة اكسيد في الأبواب الأربع كلها على لمسات الكروم المطفي وهنا عندنا سماعة وعندنا سماعة هنا نتكلم عن عدد 8 سماعات من شركة سوني نظام صوتي جدا ممتاز جلد مع تطريس خياطة أيضا هنا جلد مع تطريس خياطة منطقة التخزين النوافذ الأربع كله أوتو والنوافذ الأمامية مدبلة آخر شي عندنا لمسة روز قول للدلال أن السيارة هذه الفئة الفاخرة بعدين عندنا هنا منطقة التخزين هنا في العتبات أيضا فيه كلمة تكسيد مع قطعة ألمونيوم والمقاعد الخلفية بالتصميم هذا والمقاعد عبارة عن وصلتين نقدر عن طريقة ضغط الزر الموجود هنا نقدر إيش نثني المقاعد الخلفية بالشكل هذا عشان ناخد أكبر مساحة تخزين ممكنة مسند وسطي فيها حاملات الأكواب ولما نقفل المسند بيكون شكل الظهر بالتصميم هذا المقاعد في المنتصف والجلاسة فيها التخريم فهذا يساعد على تهوية الجسم دعسات فخمة للأرضية هنا عندنا فتحة تكييف كبيرة مع لمسة بينو بلاك وهنا منفذين للـ USB ومنطقة تخزين بالنسبة للسكف عندنا باللون البيت وإضاءة LED أيضاً على شكل فصوص للركاب الخلفيين الآن أنا جالس عندي هنا قرابة شبر ما في أي تضايقات وأيضاً عندي الجيب هذا أقدر أحط فيه الأغراض طبرة من الخلف للأمام ونأتي الآن لباب الراكب الأمامي طبعاً نفس التفاصيل بس الشيء الإضافي هنا عندنا إضاءات محيطية في المنطقة هذه حتشوفوها في التصوير الليلي بشكل كامل سواء الإضاءة الموجودة في الأبواب أو في الطبلون يعني تأخذ فكرة عن الإضاءات المحيطية في المسة وبعدين عندنا فتحة سكف بانورامية زي ما قلت لكم في هذه السيارة مختلفة عن باقي السيارات تشوفو الفتحة فين تدخل داخل البانوراما عادة القطع هذه تخرج على برة لا هنا تدخل داخل فشوفو مثلاً لو أقفل شوفو تتحرك داخل المسار وكذا تطلع بس طلع على الخارج شي بسيط وتصميم المقاعد الأمامية بالشكل هذا الشي الجميل من يوم ما خدت السيارة حد الآن انطباع عن المقاعد جداً مريحة ما شاء الله تبارك الله سواء الحشوة أو ملمس الجلود كل الأشياء هذه وأيضاً المقاعد الأمامية فيها التهوية أو بالمسمى التبريد المقاعدين كلهم بتحكم كهربائي هنا عندنا أربع وضعيات والسائق بست وضعيات المسند الوسطي ملبس بالجلد مع تطريس خياطة في شغلة جداً جميلة في المسند الوسطي هنا عندنا قطعة بيانو بلاك القطعة هذه متحركة فأقدر أحركها بالطريقة هذه وبعدين أستخدم حاملة أكواب طيب هنا في الأسفل في منطقة تخزين أقدر أستفيد بالشكل هذا أو القطعة هذه أرجعها وراء بعدين أطلعها أقدر أستفيد منطقة تخزين في الجهتين أيضاً عندنا حاملة أكواب على عمق أكبر ولو تلاحظون في عندنا تبريد أو بالمعنى لصح توصيله من التكيف عشان تبريد المشروبات فتقدر تحط المشروبات عشان تحافظ على برودة المشروبات وأيضاً عندنا علامة المفتاح ففي حال مثلاً الريموت صار ضعيف والسيارة ما صارت تتعرف على الريموت بكل سهولة تقدر تحط الريموت هنا عشان السيارة تتعرف على الريموت لو أبغى المنطقة هذه كاملة مكشوفة عادي جداً تقدر تخرج القطعة هذه وتستخدم المنطقة هذه كاملة كمنطقة تخزين والقطعة هذه سهلة تلفق والتركيب عندي كمان منطقة تخزين وجداً كبيرة حتى تقدر تحط أحياناً أقواب القهوة عادي جداً وأكثر شيء ممكن لفت انتباهكم القير الصغير هذا ليش؟ لأن شركة تكسيد في السيارة هذه عندهم فلسفة إنه بإصبعك الواحد تقدر تسوي كل شيء في المنطقة هذه فتقدر تحشك تقدر تسحب البريك الإلكتروني تقدر تفعل الأوتو هول وتقدر تضغط على زر البي كل شيء عندي هنا أيضاً منطقة تخزين يعني مناطق تخزين جداً كثيرة في هذه السيارة نجي الآن للتكييف التحكمات الخاصة بدرجة الحرارة مناخ مستقل للراكب والسائق وأيضاً عندنا الأوتو الآن هنا الراكب يحط الدرجة المناسبة له وهنا السائق الدرجة المناسبة له إذا أبقى نفس درجة السائق أضغط على سينغ خلاص مزامنة وأيضاً فيها منست الأوتو وأيضاً عن طريق اللمس أقدر أخفض وأزود التكييف وأول ما أضغطينا تطلع لي الصفحة الخاصة بالتكييف أيضاً أقدر أشغل التبريد من هنا تبريد المقاعد أكسد وأيضاً أتحكم بدرجة الحرارة أو أزود أنقص كل شيء أقدر أسوي عن طريق الشاشة هنا المزامنة هنا الأوتو ما نتكون الضباب للزجاج وإلى آخر كل التحكمات الخاصة بالتكييف أقدر أسوي من هنا مجرد ما ألمس أي شيء يخص التكييف هنا الإختصارات ووضعيات القيادة تقفل الشاشة كذا تطلع الساعة هذه زر الفليشرات تشغيل الحسسات وإيقاف الحسسات ومساعدة في نزول المنحدرات وهنا الرؤية المحيطية ما شاء الله تبارك الله هذه صفاوة الكاميرات في النهار نقدر نتحكم بالزوايا كذا 3D وبعدين هنا الزاوية الواسعة للأمام الزاوية الواسعة للخل رؤية محطية مجرد ما تعشق على الريوس تقلب الرؤية للخل ومجرد ما تحط على الدي تقلب الرؤية للأمام شوفوا خطوط متحركة الخطوط هذه تتفاعل مع لفة الدراكسون هنا عندنا منفذ 12 فولت وأيضا منفذين يو اس بي وهنا شاحن ويرلس ومنطقة تخزين بعدين عندنا طفية الحريق الدعسات فيها شعار اكسيد بشكل جدا فخم هنا جلد مع تطريس خياطة لمسات الروز جولد على فتحات التكيف فتحات التكيف هنا جدا كبيرة فبالتالي سهل جدا انك انت تنظف المنطقة عادية الفتحة الحقيقية هنا وهنا تصميم شكل بس لا اكثر وبعدين هنا الفتحات الوسطية الطبلون فيها مواد ناعمة مع تطريس خياطة وأيضا هنا مواد ناعمة مع تطريس خياطة وهنا عندنا شعار سوني للدلال ان السيارة هذه عليها نظام صوتي من سوني بثمان سماعات وأيضا التخشيب موجود هنا بالشكل هذا دائر مدار على الشاشة بالنسبة للشاشات هنا وصلة واحدة شاشتين كل شاشة بقياس 12.3 إنش نجي للدرج آخر شيء نضغط من هنا ونفتح الدرج والدرج يفتح بشكل ناعم المرايا الوسطية تعتيم يدوي عندنا المنطقة هذه فيها إضاءة LED كإضاءة محطية وأيضا عندنا الإضاءات الرئيسية عبارة عن خصوص في تشغل كل الإضاءات أو تخلي مع فتح الأبواب وآخر شيء عندنا هنا بيت النظارة التحكم الخاص بفتحة سكف البانورامية سواء الستارة أو الفتحة والشماسات جاي قماشية مع مرايا فيها الإضاءة طبعا إضاءة LED وهنا زر تشغيل المحرك الآن نجي لتفاصيل باب السائق عندنا أول شيء التحكمات الخاصة بالمرايات تعاني مينة وإسار وأيضا عندنا زر صفت المرايات والنوافذ الأربعة كلها أوتو وتأمين النوافذ الخلفية وهنا عندنا فتح الشنطة بشكل كهربائي وأيضا هنا جلد مع تطريص خياطة من هنا تفتح غطاء المحرك تسحب مرتين ترفع الغطاء على طول تصميم دواسات البنزين والفرامل وبالنسبة للدراكسون جاي ملبس بالجلد مع تطريص خياطة خياطة شب وسماكم صوت البوري ما شاء الله صوت جدا عالي وأيضا الدراكسون هذا بتحكم تلسكوبي أقدر أرفع أنزل وأقرب لعندي أبعده من عندي المقعد الخاص للسائق بتحكم كهربائي بست وضعيات لأن فيها الوسادة وأيضا فيها التبريد زي ما قلت لكم وأيضا هنا في ظهر المقاعد الأمامية عندنا شعار اكسيد محفر على نفس الجلد ونجي الآن لتفاصيل الدراكسون عندنا على اليمين رد ورفض المكالمات تزود الصوت تنقص الصوت الأوامر الصوتية وكتم الصوت وبعدين من هنا التنقل بين المسارات من هنا المود الوسائط وأيضا في الخلف عندنا شفترز الزايد وهنا في اليسار عندنا الناقص وأيضا التحكم الخاص بمثبت السرعة من هنا تفاعل المثبت من هنا تفاعل محدد السرعة من هنا تلغي المثبت بشكل مؤقت من هنا تضبط السرعة وهنا ترجع السرعة السابقة وبعدين تزود وتنقص التحكم الخاص بالشاشة الوسطية حاشرح لكم آخر شيء وأيضا على اليمين عندنا التحكم الخاص بالمساحات الأمامية والخلفية وفيها ميست الأوتو وهنا عندنا التحكم بالإضاءات وفيها ميست الأوتو وأيضا كشفات الضباب الخلفية الآن نشرح لكم الأشياء الموجودة هنا في شاشة العددات بتجمع قلت لكم الشاشة هذه قياس 12.3 إنش لما ننزل كذا على أسفل عندنا الرحلة A بعدين الرحلة B بعدين عندنا ضغط الإطارات وهنا متوسط استهلاك الوقود نروح إلى اليمين مثلا إذا أنت مشغل أي وصايت تطلع معلومات الوصايت هنا وهنا سي النقطة العمية والتنبيهات إلى آخرية تطلع لك هنا من هنا تفصل مانا الانزلاق تضغط كذا طبعا الآن النظام شغال تقدر تقفل فتقفل تطلع لك علامة مانا الانزلاق وهنا اندار السرعة الزائدة الاندار على أي سرعة مثلا حطينا السرعة على 120 فتقدر أنت تغير السرعة تحط إن شاء الله 180 فتقدر تتحكم بالاندارات وبدون أي ازعاج اندار عدم ربط الحزام بدون صوت علامة فقط وبعدين هنا إذا فيه أي تنبيهات وبس هذه هم الأشياء الموجودة بالنسبة للثيم هنا عندنا أكثر من ثيم الثيم هذا موازي للون الروز جولد الموجود هنا فإذا أردان أغير الثيم أجي هنا في الشاشة الوسطية نضغط على علامة الاعدادات بعدين اعدادات شخصية بعدين موضوعات شخصية عندنا ثلاث ثيمات الآن الثيم الذكي بعدين الثيم النشيط اللي هو التصميم الرياضي هذا هو الثيم الرياضي بعدين عندنا الثيم الأنيق هذا الثيم الأنيق زي الديجتل هو كذا وأشوف هنا الآن شاشة العدادات لأني جيت في منطقة مظلمة شوفوا اللون هذا كده اسمنتي على نيلي على سماوي لون جدا ملفت ومميز صراحة بس الكلام مهن الكلام في الداخلية شوفوا داخلية السيارة باللون البرتقالي مع اللون السكري شوفوا حتى التخشيب هنا مختلف والدركسون برضو لونين الصراحة هنا الشطحة صح الداخلية هنا شاطحة شوفوا كيف حتى فيه لمسه باللون الازرق شوفوا واللمسات هنا باللون السماء تقريبا اكسل فيل اللي صورتها لكم فيها الروز جولد